عزيزيلاً مشاهده كورا بلاس في كل مكان بعد نهاية مبارات اليوم بين الاهل وفارقه وخذنا حالات الشهور الأول وحللناها مع بعض وتكلمنا على رجل الجزاء يعني القرار الحاكم كان سليم عادي محتسب رجل الجزاء لأن أي من أشرف فوجي بالكورة مسافة متر بينه وبين اللي قابله وفي نفس الوقت حركة اليد يده طبيعية جدا طالع جومبنج في الكورة ليد داخل الجسم وبالتالي لمسة اليد غير متعمدة ومفيش رجل الجزاء وقرار حاكم صحيح ومراجعة الفار صحيح خدنا هدف الاهل المرغي وقلنا الهدف صحيح رسم الخطوط من حاكم الفار كان غير صحيح وبالتالي كان هدف مستحق للنادي الاهلي لم يحتسب كنا لازم نستنى خروج الكرة بالكامل من الرجل أو لم لاحظت خروج الكرة من الرجل مهاجب النادي الاهلي ولازم نرسم خطوط من كتف مدافع فاركو وبالتالي هدف سليم للنادي الاهلي لم يحتسب هنأخذ حالة الشجرة الثانية ونتكلم عليها ونحللها مع بعض في الديئة 61 رجلة حرة مباشرة لفاركو وانذار مستحق للنادي الاهلي هجوم واعد والخطأ تم بإهمال لكن فيه هجوم واعد للعب نذي فاركو وبالتالي الانذار مستحق ده الخطأ حصل بإهمال ولكن فيه هجوم واعد ومسافة للعب فاركو وبالتالي الانذار مستحق اللعبة دي لا ينفحش تعدي لعبة زي دي بالمنظر ده بدون ما الحكم يأخذ باله أن فيه الكرة طلعت الستاز في الربة وده كان لازم حاكم الفار يتدخل انه بفيه فيه تدخل من حجم الفار او ينبه الحاكم بحاجة مخفية انه فيه خطأ موجود ما ينفعش الكرة يتعدي في المجارة بدون اي تدخل ولا حتى صفارة ولا حتى فاول ولا حتى كارت المستحق للاعب نادي فاركو همشي مع الانذار انا ممكن همشي مع الانذار فيها لانه برضو الربة التانية القوة والسرعة قليلة وبالتالي هنشوفها مع بعض تاني ممكن همشي مع الانذار لان فيه رجبة متنية الرجبة التانية تلقى بفاركو ولكن ما تعديش ما ينفعش اللعبة دي تعدي بدون صفارة تطلع بدون كارت يتاخد للعب نادي فاركو القرى الاصعب في المباراة يعني انا ازاي ازاي انا كحساسي كحكم في لعبة زي دي ما اخدش قرار يعني انا بالمنظر ده ده راجل ما بلعبش قرى ده راجل عمل لعب عنيف اللي الرجل مرفوع بالمنظر ده راح الواجه راح الرقبة راح في منطقة خطرة جدا وبالتالي كان لازم الحكم صفارة مش مستني فار اللعبة دي ما مش مستنيها فار اللعبة دي لعبة حكم في الملعب وبالتالي طبعا الكارت الاحمر مستحق وفاول نادي الاهل الكارت الاحمر في الملعب احساس حكم اللعبة دي احساس حكم في الملعب ومنظر حكم في الملعب القرار سهل كارت الاحمر مستحق للعب نادي فاركو طبعا فاري استدعاه والقرار سليم والكارت الاحمر مستحق للاعب نادي فاركو بنتكلم النهاردة على تحكيم لو قرناه بمباراة الزمالكو بيرميدز لقى فارق شاسع جدا بنتحكيم في مواطش الزمالكو بيرميدز ومواطش النهاردة الاهل وفاركو وإحنا يا جماعة موجود فار مع موجود فار الأخطاء لازم نصل لعشرة في المئة أخطاء أو 11 في المئة أخطاء لكن بالمنظر ده وجود فار وإلا أخطاء بالكم ده في مباراة واحدة فده شيء غير صحيح في التحكيم المصري نرجو أن يعود التحكيم المصري للطريق الصحيح للفترة اللي جاء إن شاء الله دي كل حاجة عندنا في التحكيم النهاردة شكرا لكم سلام عليكم